بارك الله فيكم شيخنا ما حكم استعمال السواق للصائم ومعجون الأسنان في نهار رمضان وهل يجوز بلع الريق للصائم الحمد لله بالنسبة للريق نعم للصائم أن يبلع ريقه لكن ألا يتعمد ذلك وأن لا يجمعه ثم يبتلعه لكن إذا حصل وغلبه الريق مثلا كان هناك ريق في فميل وبلعه لا شيء عليه لا شيء هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لإستعمال السواق وفرشات الأسنان الراجح من قول أهل العلم جوازه قبل الزوال وبعد الزوال وقلت الراجح لأن هناك مسألة خلافية عند بعض العلماء أنهم يجوزون السواق قبل الزوال وأما بعد الزوال فيكرهونه يكرهونه للصائم وهذا ليس عليه دليل وما ورد من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء ولذلك الصائم قبل الزوال وبعد الزوال يجوز له أن يستعمل السواق وفرشات الأسنان وبالنسبة لفرشات الأسنان يحتاط لأن المعجون له جرم وأيضا قد يكون له بعض المعجون له نكهة قوية فيلفظه مجرد أن يتمضمض يعني مثلا يستعمل الفرشات مع المعجون يتمضمض ويلفظ الماء مباشرة وأيضا ينظف فمه من بقايا معجون الأسنان حتى لا يضر صومه ترجمة نانسي قنقر